الثاني نقطة هي حلول الآب والإبن في المؤمن في يوحنة 14.23 قال له يسوع إن أحبني أحد كيف أريد أن أعرف أن أحب يسوع يقول يسوع واضح جدا وكلام وصيف سأل حيلك هذا بدون أذر ممكن تقولي أنا بحبه بس بدون بس اليوم سأل حيلك ليه هم تسمعني بالحقيقة بتحبه حسب كلامه ليكم شو بيقول فقال له يسوع إن أحبني أحد يحفظ كلامي أنت اليوم هم تحفظ كلمته سؤال لألك يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزل يعني إذا أنت تحب الرب تحفظ كلمته سألت الله يحبك ويأتي هو وبي يأتي على المسكن أنت المسكن ساكن ساكن اليوم نسمع منك ساكن بحصون الصخر ساكن الله والأب والإبن ساكن فيه ويصير أنا ساكن فيه أنا ساكن أنني ساكن and CDs دي ducks من ساكن فيك وين ساكن أنت وين القلب أو المفوض ما مسكنك أو عين ساكن فيك تشويش ضياء جوع لا يوجد ارتواء. عندما يأتي الرب يسكن يجعل أنت هيكله. يجعل أنت شخصك مسكن لالله يسكن فيك. يعني سيعاكس الراحة، سيعاكس فرح، سلام. تزديد احتياج كل احتياج حياتك. سيعاكس نجاح. سيعاكس ارتواء وشبع. أنت اليوم سأل حياتك ضل أو ابن. من ساكن فيك؟ أنت خارج الملكوت أو داخل الملكوت. ثالث نقطة. ترى الامتياز. امتياز كبير. امتياز كبير. ثالث نقطة. ظهور الابن لنا نفسه. يعني الابن عندما نتبنى تعليم الرب يسوع. يسوع يظهر لنا. لا تريد علامي إذا رأيت صورة متنج زيت. أو إذا رأيت شمعة عملت شكل أو 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 أو. لا تريد الموضوع. لا تريد أنه عجيبة تحدث. العجيبة الكبيرة هي أن يسوع يكشف زيته لك. ويكشف زيته لأنه يحيق من بين الأموات ومن فترة من فترة صغيرة. أن المسيح قام حقاً قام. يقول نقطة رقم الثلاثة يوحنى 14 و 21 تقول. الذي لديه وصيائي وصيائي اللي لديك. موجودين الإنجيل موجود. وما كان على الإنترنت في بيتك. ما عندك نحن منوصل لك. اتصل فينا. عم حطة سابعة. وقل بدك إنجيل حنوصل لك. وبفرح ومجينا. الذي عنده وصيائي. ويحفظها منو بس عندي إيها حطة تحت المخدي أو حطة ديكور بالسلون. هذا جيب من الفاتيكو. هذا جيب من روما. هذا متران هدينيه. هذا قصيس هدينيه. منصير نفتخر في أنه موجود. هذا عندك. بس إسا ما حفظته. كلام الرب واضح بيقول. الذي عنده وصيائي ويحفظها في كلمة و. نحن منقول إيه عندنا وصيائي. ولكن عم تحفظها لا لأنك ما بتشتهي. لا بدك ملتهي. ملتهي بكثير أمور. ويبدأ أنك تحب يسوه ما تحب له. وتحبه وتحفظ كلمته. الذي عنده وصيائي ويحفظها. فهو. سوف يدل له له. فهو الذي يحبني. لكن من الذي يحب الرب. الذي عنده وصيائي ويحفظها. تعرف الولد الصغير. وكنا نحفظ استظهار. أو بويزي نحن وصغار. أريد أن أحفظها. روح أقريها مرة اثنين. ثلاثة أربعة. سكر للتاب غمض عينيه رددها أولى أرجع روح سمعها. إذا أنا بدي أحفظ شيء. يكون مشهول كل نهار فيها بدي أحفظها. يعني فينا أحفظها. تصير هالكلمة. هي حياة فيه والكلمة صارت جسدا. الإنسان المسيحي. هو يسكن في الروح الكدس. لكي يجعل الكلمة المكتوبة هي حياة فيك. تصير إنجيل إنجيل الخامس المكروء المتنقل بالعالم. أنا لا أريد أن أحفظ إنجيل الحبر. أريد أن أحفظك. أنت أحفظي مؤدسي لأن أنت إنجيل المكروء الموجود. أنت حجر الكنيسي. أنت رب ساكن فيك. لا نريد أن نعبض حجر. ونكره بشر. أمين. بشكل ذلك. فهو الذي يحبني من الذي يحبني. لكن عيده وراي عيده. أي موجودة في يوحنة 14 في إنجيل يوحنة. من أنه موجودة بأهل القديم. تنبش عليها كثير موجودة وتتردد من أسمع. الذي عنده وصاياي. ويحفظها. قول ويحفظها. قول بدي أحفظ بدي أحفظ بدي أحفظ بدي أحفظ منك قدر تحفظ منك. كنت فهم يوحن بدي أحفظ بدي أحفظ بدي أحفظ بدي أحفظه ويحفظ فهو الذي يحبني. ويقول للرب أني أحبك ومنك أحفظ بديه وسيته وسيته منك أنك تحفظ بدي أحفظها. باسمها أيام إذا رفيقي بالمدرسة من أنا وصغير بصف نوفي أمودي زيام آلي أول وآلي تاني أو أبي وبدي شواء الله أجديد. يكون عايش سنة و سنتين بشوفه بعد عشر سنة ما بنسى اسمه إيام شوفه بلوك شايف هالشكل وين كيف تقولي أنا أوري الانجيل أنا وصغير وخلص حافظه لك لا منك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بيقولوا الباد جفا والباد دان يسوع وان حافظ الكلمة جفا والباد عن يسوع منك عم تحفظ كلمته كل يوم بحياتك والانجيل توني حياتك ما بتحبه لأنه في أشخاص يقولوا أنا أوري الانجيل أنا وصغير مثل واحد عنده بو زهر هو من عشرين سنة ساقها مرة مرتين وثلاثة وقالوا سأيتها كل يوم بحياتك وكل يوم بحياتك وكل يوم بحياتك ولا تباس بحياتك ليس لهذا يقول الغسل منه سبت فيه ومنه يأتي سمر يباس بحياتك الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي من يريد أن يظهر ذاته؟ الرب يسوع الآن اليوم نسمع الشديد كيف كشفوا الرب يسوع بحياتهم إلينا إلي حي وبيظهر ذاته وبعده اليوم هم بيظهر سيته لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس ترجمة نانسي قنقر